اشتركوا في القناة مشيدا بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية ايطاليا في مجالات متعددة من بينها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مستذكرا الزيارة الميمونة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الى ايطاليا في يوليو من عام 2008 وكذلك زيارة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الى ايطاليا في فبراير من عام 2020 وقال باننا من خلال هيئة الطاقة المستدامة نعمل بجد واجتهاد على تحقيق النتائج والتوصيات التي اثمرت عن تلك الزيارات الميمونة في كل ما من شأنه تعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات المشتركة وتم خلال لقاء بحث رغبة شركة اني المشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين انطلاقا من مبدأ التوجهات العالمية نحو التحول الى الطاقة النظيفة والخضراء سعيا الى تحقيق الاهداف الاممية للتنمية المستدامة في جميع دول العالم وقدم الدكتور ميرزا للحضور عرضا مرئيا اجتمل على التجربة الرائدة لمملكة البحرين في مجال الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة ودور قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في تشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة والانجازات التي حققتها المملكة في ظل توجيهات جلالته السديدة لتحقيق الاهداف الوطنية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية الفين وثلاثين من جانبه اكد المدير الاقليمي لشركة ايني على رغبة الشركة فالاستثمار في الطاقة المستدامة بحسب الفرص المتاحة وقدما عرضا مرئيا اجتمل على رؤية الشركة وخطتها التدريجية للتحول الى الطاقة المتجددة معربا عن اشادته بالتجربة البحرينية في هذا المجال اشتركوا في القناة